السلام عليكم و اهلا بكم نهاردة في حلقة جديدة في قناتكم اكل و شرب النهاردة هنتكلم سوا عن موضوع جلنا فيها سئلة كتير هو موضوع البطاطس وتحديدا هنتكلم عن البطاطس اللي بيظهر فيها لون اخضر او البطاطس اللي بيظهر فيها تزريع او ان البراعم اللي في البطاطس بتتزرع وتنبت وبنمقى مش عارفين هل نستهلكها ولا بتشكل خطر على الصحة العامة خصا ان في بعض الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بتقول ان البطاطس المزرعة او الخضرة بتحتوي على مواد سامة وتعتبر بطاطس قاتلة واحذر والكلام اللطيف اللي احنا بنشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي كتير دوي مبدئين كده البطاطسية اللي عندنا عبارة عن ساق لنبات البطاطس مش سمرة يعني داية جزء من الساق متدرن تحت سطح الارض يعني البطاطس بتنمو تحت سطح التربة مش فوق التربة وبالتالي البطاطس بتحتوي على براعم لانها ساق وفي نفس الوقت قادرة على عملية البناء الضوئي يعني ممكن تولد مادة اسمها الكلوروفيل الكلوروفيل مادة ضرورية لعملية البناء الضوئي او التمثيل الضوئي في كل النباتات عشان كده البطاطس اول ما بتشوف الضوء لو حصل تخزين غير جيد للبطاطس او ان البطاطسية طلعت من تحت سطح الارض شوية او يعني شقة الارض كده وجزء من هبان لاشعة الشمس بتولد في الجزء دوت مادة الكلوروفيل عشان تقدر تعمل البناء الضوئي طب ايه خطورة مادة الكلوروفيل داية هل بتشكل خطر على الصحة العامة في الحقيقة مادة الكلوروفيل دي موجودة في كل النباتات ولا تشكل خطر على الصحة العامة عند تناول اي جزء في كلوروفيل في اي نبات ولكن في البطاطسية بالتحديد وجود اللون الاخضر بيدل على ان في مادة اسمها السولانين موجودة في الجزء بتاع اللون الاخضر دوت والمادة دي بتصنف على انها مادة سمة بس طبعا لو انا قلت مادة سمة وسكت يبقى انا كده بقول معلومة نقصة سمية مادة السولانين الجرعة المميتة بالنسبة لها او الجرعة السمة بالنسبة للمادة دي مرتفعة يعني عشان الواحد يجي له تسمم من السولانين لازم ياخد جرعات كبيرة جدا من المادة دي وبالتالي لازم يتناول كمية كبيرة جدا من البطاطس الخضر دي عشان يحصلوا حالة تسمم او حتى يجي له اعراض التسمم بالسولانين اللي ها بتبقى كلها اعراض بتنحصر فيه تأثير على الجهاز الهضمي اللي هو ممكن تعمل شوية اسهال وشوية قيء وما الى زين يبقى السولانين مادة سماء ولكن سميتها ضعيفة جدا بالنسبة للإنسان طيب إحنا كمستهلكين لما نشوف بطاطس خضرة في السوق وإحنا بنشتريها المفروض وإحنا بنشتري البطاطس من أي مكان نستبعد البطاطس اللي فيها جزء أخضر طيب لو أنا خزنت البطاطس عندي وبدأ يظهر عليها لون أخضر جوه المطبخ يعني أنا اشتريتها خلاص وبدأ يظهر عليها لون أخضر أرمي البطاطس الخضرة الصح هنا إن أنا أشيل الجزء الأخضر دوة يعني أشيل الجزء بتاع القشرة الخضرة وجزء من اللحم بتاع البطاطسايا نفسه لغاية ما تأكد إن الجزء اللي باقي ما فيهوش أي لون أخضر وبالتالي كده بقيت البطاطسايا سليمة أقدر استخدمها في أي نوع من أنواع الطاهي مفيش فيها أي مشكلة يبقى كده خلصنا من موضوع البطاطس الخضرة أو البطاطس اللي عليها جزء أخضر من بره لو البطاطس جبناها عندنا وزرعت لو البطاطس اللي إحنا اشتريناها بطاطس مثلا بكمية كبيرة وحطناها في المطبخ لقينا جزء من البطاطس دي حصل لها عملية إنبات أو زرعت أو البراعم اللي موجودة فيها بدأت تنبت طبعا إحنا اتفقنا أن البطاطس دي عبارة عن ساق وبالتالي فيها براعم والبراعم دي ممكن لو تعرضت لظروف إنبات تنبت وتطلع سيقان البراعم دي أو السيقان دي بتحتوي على مادة السلانين اللي إحنا قلنا عليها قبل كده طيب أنا كده كمستهلك أعمل إيه في البطاطس المزرعة هل قرميها خالص؟ اتصرف صحيح هنا إن إحنا بقوا إحنا بنقشر البطاطس بنشيل البرعم والجزء المنبت اللي من فوق وبنشيل جزء من لحم البطاطس اللي من تحت بحيث إن أثر البرعم إن يشيله خالص يعني بنقطع البرعم وجزء من القاعدة بتاعته اللي جوه البطاطساية يبقى كده ضمننا إن مفيش أي تراكم لمادة السلانين جوه البطاطساية اللي أنا ممكن أعمل لها عملية طهي بالطرق المختلفة اللي أنا عايزة طيب إمتى أنا كمستهلك أرمي البطاطساية وأحس إن هي ممكن تكون عديمة القيمة الغذائية لو البطاطس طريت عندي القشرة بتاعتها كرمشت خالص ودست عليها لقيتها بقت صوفت كده وكرمشت وبقت طرية جدا أو عصيرية أو طلعت من جزء من أجزائها مادة لازجة يبقى كده البطاطس بقت غير صالحة للأكل وكده ممكن نرميها أو لو أنا عندي جنينة أو عندي بلكونة فيها زرع ممكن أحطها في قصيص واسقيها ويتطلع لي شجارة لطيفة وممكن تعمل بطاطس صغيرة تحت سطح الأرض يبقى أنا كده استغلتها برضو في غرض الزينة أو غرض الزراعة سواء الناس اللي بتعمل زراعة على الأسطح أو زراعة في البلكونات أو اللي عنده جنين صغيرة قدام بيته ممكن يستخدم البطاطساية ساعتها إنه هو ممكن يعمل لها إعادة زراعة يبقى دي الحالة الوحيدة اللي أنا ممكن أرمي فيها البطاطس ورميها كلها لأن ممكن لو أنا عندي شباك في المطبخ بيدخل أشعة شمس جهة على البطاطس اللي أنا مخزنها في المطبخ ممكن الأجزاء المعارضة للشمس دي تخضر وبالتالي أرمي كمية كبيرة جدا من البطاطس وهي المفروض ما تترميش واستفيد منها كنعمة ربنا سبحانه وتعالى أنا عملنا بها يبقى أشيل الجزء بس للأخضر وأتناول البطاطس حادي ينفيش فيها أي مشكلة بكده بقى احنا حاولنا نرد على الأسئلة اللي جات لنا بخصوص البطاطس المزرعة أو البطاطس اللي فيها لون أخضر وازاي نتعامل معها يارب إن شاء الله نكون قدرنا النهاردة نفيتكم بمعلومة لو حسنت الفيديو ممكن يفيت حد غيرك يا ريت تشارك الفيديو ما تنساش لايك الفيديو واشتراك القناة وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته